أهلا بالقائكم حقق منتخبنا الوطني لكرة الغدامة الصالات فوزا كبيرا على نظيره الموريثاني بثمانية أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الأخيرة من بطولة كأس العرب للرجال والتي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة ولم يكن الفوز كافيا للأزرق للتأخل إلى الدور الثاني حيث تغلب المنتخب المصري على نظيره البحراني بهدف وحيد لتتأهل مصر كبطلة للمجموعة الأولى بسبع نقاط فيما بلغت البحرين الدور الثاني كوصيفة للمجموعة برصيد ست نقاط